السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين على الكرام بإذن الله هنعمل فيديو بسيط هنتكلم فيه عن فوائد نوى الطمر يقول المؤلاء سبحانه وتعالى في سورة الرعد وكل شيء عنده بمقدار هستشهد بقول المؤلاء سبحانه وتعالى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأول النهى تمام؟ انت أكلت الطمر اتبقى النوى تمام؟ الدراسات والأبحاث اللي نشرت حديثا في 2007 وفي 2015 اتكلمت عن فوائد نوات الطمر أو نوات البلح تمام؟ نوات الطمر ونوات البلح قيمة غزائية وقيمة علاجية ويتعامل أكثر من أبحاث عليها أبحاث عالمية وأبحاث عربية تمام؟ طبعا هو ربنا سبحانه وتعالى القرآن يعني ما سابش أمر من أمور الدنيا والآخر إلا ما أحصاها وتممها وطبعا أما نجي نتدبر في نوات الطمر طبعا فوائد الطمر يعني يعني كيمة غزائية اعتبر الطمر كيمة غزائية متكملة يعني فيه الوجبة غزائية متكملة تمام؟ احنا بنتكلم في النوة بتاع الطمر طبعا النوة بتاع الطمر برضو بدأ يستخدمه الإنسان بيخش في صناعة الزيوت بيستخلص منه الزيوت نوات الطمر بيستخلص منه بيعمل منه مشروبات زي قهوة قهوة معمولة بالنوات الطمر طبعا في بعض الناس بعض الدور العربية بيستخدموا النوة بتاع الطمر ده بعد اما بيحمصوه بيسحنوه زي القهوة بحيس تبقى قهوة خالية من الكافين يعني يستفدوا من قيمته الغزائية ولا فوائد علاجية يعني بيعجز عنها من ضدات حيوية وبيعجز عنها علاجات تانية باش من صنع البشر تمام؟ ده مش موضوعنا انا هتكلم في اللي يخص فوائد نوات الطمر بالنسبة للدواجن عامة او للحمام خاصة تمام؟ في دراسات بتستعملها كغذاء وعلى في الحيوانات والاغنام لا انا هتكلم برضو في الجزية اللي تخص الحمام طيب الاول قبل ما نعرف وبيعالج ايه وقيمته الغزائية ايه هنتكلم عن فوائد نوات الطمر عموما او قيمتها الغزائية او تركيب نوات الطمر بتحتوي على العديد من الالياف الغزائية تمام؟ يعني غنية بالالياف الغزائية غنية بالمعادن النوة بتاع الطمر اللي حضراتكم شايفينها في الفيديو ديت غنية بالماغنسيوم والبتاسيوم والنحاس والفوسفور والحديد والكلسام والزينك والسيلانيوم وفيها نسبة جيدة من السيلانيوم تمام؟ العناصر دي كلها انت بتجي لوراها وتشتريها من الصيدلية البشري وتشتريها في صورة المستحضرات وطبعا زي ما احنا عارفين ان دواء عنده بيختلف في التركيز يعني وجودته بتختلف من الشركة لشركة طبعا عشان تجي بمستحضر سواء بشري او بطري بتركيزات كويسة لازم انت حضرتك اه هتدفع في فلوس كتير طيب انت عندك حاجة طبيعية هيت عبارة عن املاح معدنية مليئة بالمعادن ده مش كلامي ده كلام علمي تمام؟ السيلانيوم ده رفع مناعة ويعني واعتبر مخصب ورفع ومزود للخصوبة والنحاس والنحاس بيخش في الدم وتركيب الدم وتصناع الدم والبوتاسيو معنصر مهم جدا والكلسام معنصر مهم للعضم والبيض والزنك والحديد والفسفور برضو للخصوبة والاستفادة من الكلسام فاذا انا معايا منتج في املاح يعني املاح معدنية او معادن طبيعي خدت بالحضرتك وكاد يكون ببلاش تمام؟ نوات الطم غنية بالاحماض الدهنية فيها يعني لو قلت لك فيها 14 نوع من الاحماض الدهنية طيب انا عشان اقدمه للحمام فيه طريقة لازم يتعامل بها تمام؟ وعشان اخد اكبر فايدة ممكنة منه طبعا لان يعني هو ممكن يناسب اذا عمل منه مجروش يتعامل في سورة مجروش وبياخده اللرجة انمال انا طبعا هنحاول ان احنا نستفاد منه كمستخلص نستخلص اكبر نسبة ممكنة من العناصر ديت ونقدمها للطيور عن طريق المية تمام؟ عن طريق مية الشرب وهتشوف مع بعض الفيديو وبنعمله ازاي؟ طبعا الاحماض الدهنية اللي موجودة ويبقى ازا يعتبر التمر ده مصدر جيد يعني لمضادات الاكسادة تمام؟ زي الامجة السرية وهو افضل من الامجة السرية فازا انت مهاك صيدلية ومتكاملة ومستحضر متكامل تمام؟ وقد يكون الاثار الجانبية بتاعته صفر تمام؟ يعني مالوش اثار جانبية يعني دي حاجة ربانية ربنا خلقها والنخل مسكور في الكرآن الكريم وشجرة مباركة يعني احنا لازم نستفاد من نواة التمر ديت نواة التمر ده بعد تحمصها وصحنها زي القهوة العادية بياملوا منها نعمل عنواع القهوة بس بتبقى خالية من الكافين تمام؟ طيب برضو نواة التمر بيستخلص منها زيوت بتستعمل بقى في الكريمات الترطيب وفي الشامبو وفي الصابون كمحسن لجودة المنتجات ديت وده طبعا بناء على دراسة تمت في عام 2012 وده طبعا بناء على دراسة في عام 2012 استخدام منتجات نواة التمر كمخصب ومكمل غزائي ومخصب يعني وتقليل خطر الاصابة بالعقم طيب طبعا فيه برضو ابحث مصرية في مركز البحث الانتاج الحواني اعتمدت على نواة التمر في تغذية زي ما نقولت اللارج أنيمال بحيث انها تقلل من العلاف المركزات وتستفادة من القيمة الغزائية بتاعتها احنا طبعا عارفين ما فيهش عندنا ابحث كتير عن الحمام بذاته ومتربطة تربية منزلية تمام القيمة العلاجية بسرعة عن نواة التمر يعني فيه بحثة عمل وعلى ما اعتقد ان هو اتنشر في 2015 القيمة العلاجية بيستخلص من نواة التمر زي مضاد دحاوي ومضاد جرسومي تمام بعلاج يعني كثير من الامراض خاصة زي امراض الكولاي زي الامراض اللي بتسيب القولون وزي السلمونيلا السلمونيلا اللي مغلبها ناس كتير تمام بيستخلص من نواة التمر في بحثة عالمي تم نشره في 2015 بيتكلم عن القيمة العلاجية لنواة التمر وتم استخلص نوع منها نوع المضادات الحيوية منها بيستعمل في علاج الامراض القولونية وامراض العمعاء والاسهالات والامراض البكترية اللي بتصيب الامعاء في الطيور وفي الدجاعة تمام زي خاصة مرض السلمونيلا اللي هم مغلب ناس كتير فاذا انت لو انت شايف ان في عندك اسهالات ومش هستعمل نواة التمر انا جربتها بتلاحص تاني يوم على طول من استعمال لك نواة التمر يعني في خلال اتناشر الساعة نتيجة بتبقى فورية بتبص تلاقي الزرق متماسك الزرق متغير الحمام الناشيت تمام هنشوف برضو طريقة اعاداتها زي ما انتم شايفين في الفيديو انا بجيب نواة التمر هوات ببدأ ان انا طبعا يعني بستعمل حسب امكانياتي انت ممكن بعد ما تحمصها في الشمس الشمسة حرية سبقا تتحمص ممكن حضرتك تسحنها عند اي حد بتاع بيعمل بلن جنبي منك مش هتقدر هتجيب هون زي ما نعجيب كده وهتحاول بس واحدة رجال تشايف هنا بحطي ايدي ازاي وبغط عشان يعني التمر بيبقى عام زي الزلط ما ينطش في عينك او او ييزيك تب بحطي جده كده بالراحة واحدة واحدة بالصبر كده تبدأ ان انت تسحنها على قد ما تقدر تنعمها على قد ما تقدر وتبدأ ان انت يعني تغسلها كويس طبعا قبل ما تسحنها تبدأ ان انت بقى تنعمها قد ما تقدر تبدأ ان انت بعد كده تغليها في المية او تغلي المية وتفضيها عليها وتغطيها لمدة اتناشر ساعة المستخلص اللي هيطلع منه المفروض تستخدمه في زار في ثلاثة ايام انا شخصيا عشان اكون امين معكم في الكلام انا المستخلص اللي بطلع باستخلص منها اول باول يوم بيوم ما بحبش ان انا اعمل وحط عندي في التلاجة يتغير طعمه يتغير ريحته ويتعرض لأي تلوز لا انا بعمل يوم بيوم وكده وعندي الحاجة وهتلاحظ في انا فيه تمسك في الزرق فيه فرق في الزرق فهي قيمة غزائية عناصر معدنية غانب السيلينيام قيمة علاجية وفيها ابحاثة عملت عالمية اكتر من بحث واتناشر في اكتر من مجلة في الالفنات بيتكلم عنها قيمة غزائية وقيمة علاجية فاحنا المفروض نستفاد منها بالنسبة لطيورنا انا عايزك توفر نفاقاتك وتوفر تكاليفك انا لا بروج لمنتج ولا لي مصلحة انا عايزك تستفاد واجرب مش هتخسر يعني يعني هي حاجة ما نفعيتش مش هتدور تجرب وشوف نفسك الفرق هتلاقي فرق باذن الله واتمنى ليكم كل خير وربنا عيد علينا دايما الايام بخير يعني يتقبل منكم صالح الاعمال نلقاكم دايما على خير ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة